بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منازل رحلة التصوف منازل رحلة التصوف وبعبارة نشأة التصوف وتطوره ونبدأ بالتحذير الوارد في الكتاب والسنة في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير مكرر التحذير من الركون إلى الدنيا من الاستسلام إلى الدنيا من الخضوع من الانغيماس من نسيان الآخرة والانغيماس في شؤون الدنيا آيات كثيرة وأحاديث متعددة ولذلك بناء على هذا التحذير الوارد في الكتاب والسنة من الاستسلام للدنيا والانغيماس فيها زاهدة زاهدة بعض الصحابة والتابعين اختيارا وقناعة من تلقاء أنفسهم بعضهم زاهدة في حبس الدنيا ومسكيها بعد تحصيرها وأقصد هنا الحلل لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والمؤمنين برسالة محمد بن عبد الله لا يتحرون الحرام كانوا يكسبون الحلال ثم يزهدون فيه أن ينفقوا له في وجوه بر والطاعات ولا يتمتعون منه إلا بالقليل زهدوا في الحلال بعدما كسبوه وحصلوه وعانوا فيه المشقات ثم يتخلون عنه في وجوه البر والبعض زهد حتى في الكسب كان لا يفرغ وقته في كسب الدنيا وإنما يعطي للكسب أوقات قليلة أو أكثر أوقاته ينفقه وأكثر أوقاته ينفقها في الطاعات والعبادات هذا ظهر في الصحابة التابعين رضي الله عنهم ولما ظهر في بعض الصحابة بوضوح حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كسب الحلال لأن الدنيا مضيت الآخرة والتحذير الوالد في الكتاب والسنة ليس أصلا يعني ليس تحذيرا من كسب الحلال وإنما تحذير من التوسع والتنعم والتضخم في الحلال وإشباع الشهوات أما كسب الحلال فهو مطلوب ومأجور عليه ولذلك لما ظهر من بعض الصحابة أنهم يعزفون ويزهدون في الكسب وليس في الإنفاق حذرهم من ذلك وقال لهم من لم يكن على سنتي في ليس مني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحلال وإنفاقه على النفس والأهلي وإنفاقه في وجوه البر ثم ظهر هذا في زمن الصحابة والتبعين لما جاء عهد بن أمية أواسط بن أمية بعد ابتداء عبد الملك بن مروان ظهر شيء من تغير كبير بالجملة إذا نظرنا إلى عهد النبوة والخلافة الراشدة نجد أن القيادات الكبرى والصغرى والأمة كلها تخدم الدين بالدنيا تنفق الدنيا لإعزاز الدين لإعزاء كلمة الله هذا الشأن الظاهر المنتشر المعروف في عهد النبوة والخلافة الراشدة بعد بداية الأولى لبني أمية انقلب الأمر فصارت القيادات كلها وأكثر الناس التابعين لبني أمية صاروا يسخرون الدين لإعزاز الدنيا ولترسيخ الدنيا انقلب الأمر هنا ظهر الميل الناس على دين ملوكهم ظهر الميل إلى الدنيا كسبا وجمحا وتحصيلا واكتنازا بل وانتصارا أخذت سلطات بني أمية تكتسب الأنصار بالدنيا وقصرها بذلك سيدنا معاوية رضي الله عنه حينما قال كنت محبوبا عند قريش لأنني كنت أعطيهم ولم يكن عالي محبوبا عند قريش لأنه كان يمنعهم إذن صار طلب الدنيا كسبها وتحصيرها والتمتع والتمرغ والتقلب في نعيمها والانتصار والتقوي بها والإعزاز بها وصار الدنيا يسخر لنصرة الدنيا في هذه الظروف فطن كثير من العلماء وتابعي التابعين لهذا الانحراف الذي بدأ أيضا وهذا المخالفة لما كان علي العهدو الأول فظهر أيضا عزوف بعض العلماء وبعض العباد عزوف عن الدنيا أيضا كسبا أو إنفاقا عزفوا عن كسب الدنيا هذا وعن التنعم وعن التوسع وعن تلبية الشهوة عزفوا حذرا على أنفسهم وخوفا ولعل لعل أصحاب القيادات السياسية في بني أومية يتعظون بسيرهم وبمواقفهم بعد هذا بعض أيضا علماء السلاف لم يكتفوا بالعزوف وإنما أخذوا يوعظون ويوجهون وينصحون الأمة والقيادات السياسية ينصحونها بعدم الاستسلام للمالذات والشهوات وبالتذكري تذكري المصير وبالإعداد ليوم الهولي يوم الفزعي الأكبر فكان يعني علماء مشهورون مذكورون ربما سيعطي الوقت إن شاء الله لنذكر أسماءهم ثم بعد هذه المرحلة ظهر أفراد أفراد يتخشفون في اللباس في المطعام في الفراش في المركاب وصارت شأنهم صار هذا الأمر شأنهم الظاهر كانوا أفرادا ثم أخذ الآخرون يقتدون بهم ويتبعونهم فصارت فرقا فرقا معروفة بالعزوف يعني الدنيا لا كسبا ولا إنفاقا خافوا هكذا يذكرون ويعللون أنهم خافوا على أنفسهم أن تستحوذ عليهم شهوات الدنيا ثم إثرى هذه ظهرت ظاهرة أخرى هي ظاهرة الهروب الهروب من من سوق الدنيا كما كنا نقول سوق الليل وسوق البيت الحرم ها سوق الليل ها الدنيا ها العبادة في بيت الحرم سوق الجنة ها سوق الجنة ها سوق الدنيا ها ظهر بعض الناس فروا أخذوا يهربون من أسواق الدنيا ومن نعيمها ومن لذائرها ومن معاشرة الأمر ومن معاشرة الأغنية وصاروا ينصرفون إلى بعض الخلوات وإلى الجبال والكهوف والسحارة يتحنثون أو يتعبدون كما 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 بدى لهم أنهم يهربون من شرور الدنيا بعد هذه المرحلة ظهرت أحوال غريبة في الفكر في التعبد في النسك في مفاهيم القربات والطاعات بعضها يعرفه الشرر وبعضها ينكره يعني بعضها معروف وبعضها ممتدى ومن أين هذا الإبتداء إما بتخويل النفس وإفتاء الشيطان وإما بالاقتباس من الأجانب بالاقتباس من الرهبان والاقتباس من الفرس أحيانا ومن اليهودي ومن جهة أخرى غير إسلامية وامتزج ذلك الهروب من الدنيا وهكذا ما يقول والفرار إلى العزلة والفرار إلى التحنث والعبادة وهذا لم يعرفه العهد الأول ولم يظهر في العهد الأول ولا في عهد التبعين ثم في هذه الحالة ظهرت مشيخات في هذه الأحوال الغريبة المبتدعة ظهرت مشيخات في ذلك و منها هذه المشيخات أحوالها منها الموروث عن السلف أي موروث مشروع ولكنه منتزج واختلط بهذا المبتدعي الجديد واقتبس من الأجانب وصارت مشيخات وصارت طوائف متبعة وصارت طرق وأوصاف وأخبار وأقوال ونقول وتوسع الأمر ليس في جزيرة العرب ولكن في العالم الإسلامي ثم بعد هذه المرحلة ظهرت فرق كثيرة متعددة مختلفة في الأسماء مختلفة في الأشكال مختلفة في الممارسات الدينية التقوس أصبحت تقوسا مختلفة كل طائفة تمتاز عن طائفة الأخرى بنوع العبادة ونوع اللباس ونوع الطعام ونوع الشرام ونوع السماع ثم تختلف أيضا قربا وبعدا من السلطة وإسهاما في سياسة السلطة وبعدا وحربا أو خوفا من السلطة ثم قربها وبعدها أيضا من صميم الإسلام من صحة العقيدة السليمة التي كان عليها الصحابة فأخذت هذه الطوائف بعضوها يقترب وبعدها يبتعد وصار البعد يكثر البعد عن صواب العقيدة وسلامة الدين ونقاء العقيدة صار قليلا وغطت وغلبت عليه الأحوال التي ذكرنا ومن قرأ ما كتبه ابن الجوزي في عدة مواضع من كتابه صيد الخاطر فإنه يستطيع إذا جمع إذا جمع كل ما كتبه ابن الجوزي عن تطور التصوف والمتصوفين يستطيع أن يكون بحثا يرتب فيه مراحل ومنازل ومحطات التصوف ونكتفي بهذا القدر في هذه الحصة ولنا متابعة إن شاء الله في حصة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته